السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية درسنا درس اليوم سيكون في الرياضيات الدرس متتالية الأعداد إلى 999 في الصفحة 103 السؤال يقول ضع ضع على الخط العددي الأعداد وشنوما الأعداد عددهما 696 367 828 13 432 653 نبدأ بأول عدد اللي هو 696 أين نضعه في الشريط العددي 100 200 300 400 500 600 700 800 900 انظر 600 96 هنا 600 ما زال من الحق 700 إذن هو هنا إذن 600 96 بين 600 600 600 600 600 إذن هنا ما هو 600 96 هذا الرقم خلاص 367 أين هي 300 300 هنا 367 هنا أم هنا 367 معناها ما زال من الحقنش الربعمية إذن ديروها هنا 300 300 367 جيد نشطبها بش من ننسوش 828 828 828 إذن هنا إذن هنا بين 800 و900 828 هذه تعلمنا بش نعرفو كيف نديرو بين 200 متتاليتين إذن 800 و28 هو بين 800 وبين 900 جيد الآن نذهب إلى 13 أين هي المئة 13 هنا لا 13 أقل من 100 أم أكبر من 100 إذن 13 أقل من 100 إذن بين 0 و100 إذن هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 إذن هنا 13 إذن هو أقل من 100 وأكبر من الصفر الآن 400 و32 أين هو 400 400 هنا لا 432 إذن 400 نحو 500 400 و32 الآن 653 600 و53 إذن هنا 600 في اتجاه هذا 653 الآن هو هنا هو أقل من 696 أم أكبر إذن أقل لنكتبه من هنا إذن 653 مفهوم؟ الآن نذهب إلى 80 الثاني 80 الثاني يقول رتب الأعداد وشنهما الأعداد؟ 653 432 13 828 367 696 ترتيباً تصاعدين وشقنا تصاعدياً؟ معنى من الصغير ونصعد إلى الكبير إذن ترتيباً تصاعدياً باستعمال رمز أصغر إذن ديروا هنا أقل صغير ونبعاً ديروا أصغر من هذا أصغر من هذا أصغر من هذا معنى هذا هو رقم مئاته ثلاثة رقم مئاته ثمانية هذا رقم مئاته كم؟ هذا ما عندوش مئة إذن مئته صفر إذن هو أقل من مئة هذا رقم مئاته أربعة هذا رقم مئاته ستة والرهلي صغير إذن ثلاثة عشر صغير خد شرق مئات ما عندوش إذن نكتب ثلاثة عشر ونشطب على ثلاثة عشر ثم رقم المئات أين هو رقم المئات؟ هنا ستة أربعة ثمانية ثلاثة ستة إذن ثلاثة هو المئات الصغير إذن نكتب هنا ثلاثة ثلاثمائة وسبعة وستون أين هي المئة الموالية؟ مكشت ثلاثمائة صعي إذن نبحث على أربعمائة هنا أربعمائة إذن أربعمائة واثنان وثلاث أين هي خمسمائة؟ لا يوجد خمسمائة ستة مئة انظر هنا ستة مئة وستة وتسعون ستة مئة وثلاثة وخمسون لما يكونوا المئات كيف كيف؟ شوفوا العشرات هنا عشرات خمسة هنا عشرات تسعة واره صغيرة إذن هذه صغيرة إذن سنكتب ستة مئة وثلاثة وخمسون أين هي المئة الأخرى؟ ستة مئة وستة وتسعون الآن شو بقيت؟ بقيت ثمان ومئة وثمانية وعشرون إذن هذا الترتيب ليدناه هو نفسه اللي رحنا كرتبناه بالعشرات بالمئات عفوا من فهم؟ الآن قال أحصر العددين سبعمائة واربعة وخمسون وستمائة وسبعة وعشرون بعشراتين متتاليتين الآن قن مئة والعشرات إذن قن عشراتين متتاليتين هنا لدينا ستمائة وسبعة وعشرون وره العشرات إذن هذا هو العشرات عشرات شحاب إثنان إذن نفسه نكتبه هنا ثم نضع له المئات إذن يبقى ستمائة وعشرون لأن نقل عشرات معناه ندير عشرة عشرة ولا عشرون ولا ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون إذن ستمائة وعشرون لما نزيد لها عشرة تبدأ ستمائة وثلاثون ستمائة وثلاثون أو نحسب من ستمائة وسبعة وعشرون نحسب ستمائة وسبعة وعشرون ستمائة وثمانية وعشرون ستمائة واتسعة وعشرون ستمائة وثلاثون إذن نكتب هنا العشرة الموالية هي ستمائة وثلاثون هنا ننزع الوحدات كم تصبح سبعمائة وخمسون لما نزيل عشرة كم تصبح سبعمائة وستون سهلة كفروا الأمثلة باش تتورفوا إذن الآن نفب إلى قال أسؤال أحصر العدد بمئتين متتاليتين الآن قالنا مئة مئتين متتاليتين هنا لدينا خمسمائة واثنى عشر لما نشوفوا في الشريط العددي خمسمائة واثنى عشر هنا خمسمائة واثنى عشر ما هي الأولى المتتالية إذن خمسمائة وستمائة إذن هي بين خمسمائة وستمائة إذن كيف نديروا خمسمائة واثنى عشر قلنا بين مئتين متتاليتين إذن أين هي المئة هي خمسة إذن نكتب هنا خمسة نفسها لما يقول مئات معناها مئات كاملة ماشي مئات فيها عشرات فيها وحدات معناها مئات والعشرات والوحدات سفر سفر إذن خمسمائة وأثنى عشر هي بين خمسمائة وبين ستمائة ثمانمائة وأربعة وخمسون هي بين المئات ثمانية إذن ثمانمائة وهنا تسعمائة جيد الآن نعيد قال أحصر العددين بعشراتين متتاليتين أحصر العدد بعشراتين أين هي العشرات؟ هنا عشرات وهنا عشرات قال عشراتين متتاليتين وش قلنا؟ قلنا العشرات نكتبها هي ونزيد المئات نكتبهم لكن الوحدات سفر لأنه قال عشرتين متتاليتين معناها عشر ولا عشرون ولا ثلاثون إذن نكتب هنا سبعمائة وعشرة العشرة الموالية وهي سبعمائة وعشرون مئة وستة وسبعون ما هي العشرة؟ مئة وسبعون جيد العشرة الموالية وهي مئة وثمانون هذا هو درستنا للتعليق اليوم لما تفهمش كيش حاجة خلينا في تعليقات ونزيدو نبسطوكم أكثر فأكثر إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما تنساش دعمونا باشتراك وأيضا بجام على الكومنتر عفوا دعمونا بلايك وجام على الفيديو إلى هناك ونخلص معنا الفيديو تعالوني عندي يوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته